ولكن اللاعب كابلا لونغو يسجل أول أهدافه في هذه البطولة وشوف مرة أخرى والهدف الأول يسجل لصالح نادي الشباب الأردو الفسحة أمام عمار الشرايد في الضهير الأيسر الضغط أكثر مستغلا كما ذكرت النقص العددي في صبوب فريق نادي الوحدات يتخفف يعني عبء واضح لمهاجم أيضا المهم هو عامر رحويته بخروجه ودخول اللاعب والمدافع فيصل إبراهيم ليسد الثغرة التي وجدت في دفاع فريق نادي الوحدات بخروج محمد دميري بالبطاقة الحمراء والبطولة وأمرة الثانية كرة في منطقة الخطورة داخل منطقة الجزاء والمحاولة مدارة قويكا بالاخل كابالانكو كابالانكو يحقق الهدف الأول مع نهاية الوقت الأصلي مع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول في الدقيقة غمزة واربعين كابا لانجو يعيد فريق نادي شباب الأردن إلى واجهة التعادل في واحدة من الفرص الخطرة وكذلك يعني شوف هذا هو عمار عمار الشرائد في محاولة الارتقاء بالراج شوف 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 ثلاثة مدافعين وحارس المرمى في الزاوية البعيدة يضعها كابا لانجو ليعيد فريق نادي شباب الأردن إلى واجهة التعادل في الوقت البدل الضائع دقيقين فرحة كبيرة لفريق نادي شباب الأردن في العودة مجددا عمار الشرائد ولكرة داخل منطقة الجزائية كامالينكو رابع أهداف الفريق أربعة أهداف مقابل واحد يعني كرة كمالنكو وكرة كرة ولا أروى كرة ولا أروى سنشاهد بالتأكيد باليعادة بعد لحظات كمالنكو وكرة شوك من أمار الشرايدة يصمع الهدف الخامس أيضاً أمار الحركة الذكية يعني بحاجة بالفعل بحاجة بالفعل للمتابع 15 دقيقة بتأكيد تحمل الكثير من كل الطرفين ولكن إذا أراد الطرفان في علشي داخل منطقة الجزاء وكبالنكو ستة أهداف ستة أهداف كبالنكو كبالنكو ستة أهداف مقابل هدف واحد ستة مقابل هدف واحد ذكرنا بأن المباراة ما زالت نام بحاجة طبعاً الرقص الخاص من كبالنكو بعد تسجيل هذا الهدف السادس في هذه المباراة الهدف الشخص الثاني له طبعاً في هذا اللقاء ستة مقابل هدف واحد نتيجة كبيرة تحمل هذه المباراة سبعة أهداف سبعة أهداف يعني رقم ليس بالقليل في عالم كرة القدم سبعة أهداف مقابل هدف واحد في هذه المباراة خليل بن عطية لعب من العيار الثقيل ومن النجوم الكبار ما فيش كلام خليل زيد بن عطية تبريد أمامية في مساحة فضل حضر الشباب يا Yang سلام على هدا الكلام كبالنكو يتقلق كبرنكو يتجمل يا لها من مباراة كما توقعنا واللهي إحساس قرة القدم ياتيني إحساس قرة القدم ياتيني المباراة كما تحدسنا لن تكون أبداً سهلة لن تكون أبداً سهلة وبالفعل كان لنا ما أردنا الحارس يتألق اللاعب كابالونجو اللاعب الكنغولي في كورة مرتدة وهجمة مرتدة ينطلق طبعا وتوغل وسط المدافعين وسط اثنين مدافعين بمنتهى السرعة يتحرك ينطلق يفوت يمر التصويب قوية لا تصد ولا ترد لا يستطيع شطنه أن يفعل لها شيء تمرير ولا أروع من محمد أبو عريضة انطلاق ولا أجمل واستلام ولا أروع من المتألق كابالونجو يضع بطاقة التعادل لتصبح النتيجة واحد واحد الله على المباراة الله على كرة القدم عندما تكون موسيرة وممتعة الله على كرة القدم عندما تكون فقط داخل المستطيل الأخضر هناك حسابات دول الإنجليز لماذا يعتبر أقوى دوريات العالم كانت هناك إحصائيات وقالوا أن الدول الإنجليز يعتبر أقوى دوريات شباب الأردن أنس يبرات طويلة إلى كابو لونجو ومع فادي توصل كابو يحصل لها في هذه مرة الثانية لكابو خطره أخطى فيها دفاع كاظمة أخطى فيها واعتقد أن كابو لونجو في تسلل كابو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع صعبة 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 كابو لونجو الكونغولي شوف 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 طمرها خلال تقدم الفضلي في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 46 كابو لونجو يسجل حدف شباب الأردن شوف أخطى فيها دفاع كاظمة لما رجعهم عمد جمال ودفاع كاظمة أيضا ترك تغدل كابو لونجو تعود الكرة محمد أبو عريضة يمرر تمريره يا سلام على التحرك يا كابو لونجو يمرر التمريره في القل علاء الشقراني ينطلق علاء علاء يفوت يمره خطيرة 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 وهي الأعادة أمامنا الكرة اللي التي لم نراها والقلة كانت متعملة فريق الفيصالي هذا الكلام كابتن علاء نبيل أجيب ويقرأ الشخص بيعتمد على مهاجم وحيد وهو كابلونجو في الطرف الأمامي هو المهاجم الأوحد تختيق اتنين نبيل بن علي وعمر الشيشاني والشقران في بعض النقاط لكن مفيش مسند في نص الملعب بهاء عبد الرحمن تطاطع الهجمة عملية الضغط للفريق الشباب انطلاق انطلاق والتحضير في نص الملعب على طول كابلونجو يمرر التمريره كابلونجو وأيضا هناك بنا التنبيه وكرة داخل منطقة الجنسة والتزيد المباشر للعب كابلونجو كابلونجو أمامكم رقم 20 من الكوردو المحترم 97 كما هو فريق النادي الفيصالي قبله 96 95 94 93 90 وكرة في مدى وكرة لمصلحة فريق نادي شباب الأردل وموسى حمد إنما تمر إذن الفريقين الوحيدين اللي حققوا هذه البطولة أربع مرات متتالية فريق نادي الوحدات وفريق النادي الفيصالي على طول الكرة طويلة وكما ذكرت فريق نادي الوحدات شوف موسى حمد شوف موسى حمد فرصة لا أحلى ولا أجمل قد لا تكرت يعني التصرف غير المسؤول حقيقة اللي بيكلف الفيصالي الكثير ياه 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 ردة الفعل الرائعة لحارس المرمى عامر شبيع في هذا التزديد المفاجئ في هذا التزديد القوي للعب المحترف من الكونغو كابا لانجو شوف 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 والارتقاء لحارس المرمى عامر شبيع عامر شبيع شوف التزديدات المباراة بتعادل فريق نادي الوحدات وشباب الأردن هدف لهدف نعود من جديد إلى الزميل إسلام برقاوي واستوديو التحليل وألقاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة الحرص في الشق الدفاعي موجود من كل الطرفين كابولونغو مع الكرة الآن من فريق شباب الأردن كابولونغو في الجنب الأيمن لحد الكرة لمصطفى شهد تبعد مباشرة تاني ترجمة نانسي قنقر